الفريق يعمل على مدار الساعة للاستجابة إلى وضع محفوف بالتحديات والجميع يبذل قسار جهده ضماناً لسلامة وأمن العاملين معنا ومواطنين وحلفائنا ولتنظيم عملية إجلاء الآلاف والآلاف من الأفغان في الساعات الأربع وعشرين الماضية فإن الرحلات العسكرية الأمريكية أجلت ألفي شخص إضافياً وعلى مدى الأيام الماضية كمنا بإعداد ملافات أكثر من أربعة آلاف وثمانمائة شخص لإجلائهم وتحدثنا مع كل المواطنين العاملين في السفارة في كابل مع توجيهات محددة للرحلات الإجلاء وبعد ذلك سوف يكون لدينا مجموعة مئات من الحاصلين على تأشير الله خاصة للأفغان لذهب إلى الولايات المتحدة وسعنا الإجعارات لكي ننقل المعلومات حول خيارات الإجلاء لكل المجموعات المعنية وسوف نستمر بتسريع جهودنا بما في ذلك بالعمل مع شركائنا وحلفائنا والمنظمات غير الحكومية لتحديد ومساعدة الأفغان المؤهلين للحصول على وضعية اللاجئين من الفئة الأولى والثانية ونعمل مع مهامنا من حول العالم ولدينا فريق يعمل على الأرض بشكل منتظم ومستمر لمساعدة المواطنين والأفغان سوف يكون متواجداً في كابل بعد قليل لدعم هذه الجهود وهو متواجد أساساً في المنطقة الجنرال كريس دونهو أيضاً متوجه إلى كابل ليساعد في تسهيل عمليات الإجلاء وأيضاً هناك مسؤولون قنصليون وصلوا إلى كابل وسوف نضاعف عدد الأشخاص المتواجدين على الأرض بحلول يوم الجمعة وفريقنا يعمل بشكل مستمر تحقيقاً للهدف نفسه وهو إخراج أكبر عدد ممكن من الراغبين في مغادرة أفغانستان والذين هم عرضة للأعمال الانتقامية من طالبان لأنهم تعاملوا مع الولايات المتحدة وحلفائها أو أنهم مهددين بسبب طبيعتهم أو طبيعة عمالهم أو معتقداتهم وذلك لإخراجهم من البلاد في أسرع وقت ممكن والتطورات والصور التي رأيناها على مدى الأسبوع الماضي مؤلمة لنا كلنا وأعتقد أنكم أنتم شعرتم بذلك فإن ألاف الموظفين من الخارجية عملوا في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين وكثر ذهبوا هناك إلى أكثر من مرة هناك أجيال من الدبلوماسيين انضموا إلى الخارجية بعد الاعتداءات 11 من سبتمبر وحتى إن لم نعمل في أفغانستان أنفسنا نعرف الكثيرين الذين عملوا هناك والواقع أن العاملين في أهل خارجية كان لديهم علاقات وطيدة مع الأفغان الذين يودون تحقيق كل ما ترغب به الشعوب وهي التعليم والفرص الاقتصادية لهم ولأولادهم وحرية الصحافة التي يمكن أن تنقل الحقيقة وأن يكون هناك حريات من دون خشة القمع والمساواة للمرأة والنساء والفتيات ونحن سوف نقف إلى جنب من وقفوا معنا من الخارجية وفي كل الأجهزة الحكومية الاتحادية لدينا جهود متأذرة الاستجابة إلى الوضع على الأرض في أفغانستان ونحن على تواصل مستمر مع العاملين في السفارة ونعطيهم إمكانية الخروج مع عائلاتهم نرغب ونقوم بتوفير تأشيرات للأفغان المؤهلين ومن بدأوا الإجراءات الآن فنحن نعمل مع حلفائنا لنقلهم إلى دول أخرى بانتظار إتمام الإجراءات ونحن نسرع أيضا من جهودنا لمساعدة الأفغان الذين لحق عليهم حصول على تأشيرة الدخول الأولى والثانية في برنامج اللاجئين إلى الولايات المتحدة ونعمل أيضا مع حلفائنا وشركائنا ومع منظمات غير الحكومية لتحديد أفغان آخرين مهددين ومساعدتهم بما فيهم النساء والصحفيين والعملين في المنظمات الأهلية ورأينا تقارير تشير إلى أن طالبا بخلاف التعهدات تمنع من الأفغان تمنع الأفغان الذين يودون مغادرات البلاد من الوصول إلى المطار وفريقنا في الدوحة وفي كابول يتواصلون مباشرة مع الحركة لنوضح أننا نتوقع من الحركة أن تسمح لكل المواطنين الأمريكيين والأجانب وكل الأفغان الذين يرغبون بالمغادرة أن يغادروا بسلامة ومن دون مضايقات معظم دول العالم وهذا الصباح 109 دولة والعدد متزايد شددت على رسالة نفسها ووزارة الخارجية تقوم بمساعد ديبلوماسيا مستمرة مع حلفائنا وشركائنا في كل مناطق العالم لحشد الموارد لإنقاذ الأرواح الأفغانية وكما تعرفون فإن الوزير بلينكين تحدث مع عشرات من نظرائه ومرات عديدة أحياناً وأنا أقوم بالشيء نفسه صباحاً الوزير نولاند وأنا استدعينا النظراء من الحلفاء وشركاء لتشجيع جميع على اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الشعب الأفغاني ويعمل سفراؤنا في العواصم من حول العالم وكل المسؤولين بكل المستويات الإدارية تقوم بالشيء نفسه كما قلت الجميع يساهم في هذه الجهود ولن نتوقف عنها سياسياً رأينا تصريحات قوية من مجلس الأمن للأمم المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا واجتم التجديد على الحاجة لتسويات سياسية مستدامة ومنصفة تصوير الحريات بما في ذلك للنساء والأقاليات اتفق رئيس بايدن مع بوريس جونسون أن يكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل حول أفغانستان ومدير عامل نيتو قال أنه سوف يدعو اجتماع عن افتراضي عن يوم الجمعة لوزراء خارجية النيتو لمناقشات مقاربتنا الولايات المتحدة والأسرة الدولية أيضاً كانت تواضحة بأننا ملتزمين بمكافحة الإرهاب في أفغانستان ولن نتصاهل مع حكومة تسمح لأفغانستان بأن تصبح مرة جديدة ملاثاً آمناً للمجموعات الإرهابية وكما قال الرئيس بايدن فأن الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على مهمتنا لمحاربة الإرهاب في أفغانستان وفي مناطق أخرى من العالم وسوف نخضع الحركة للمسؤوليات عن واجباتها المنصوص عليها في اتفاق المواقع عام 2020 ويقضي هذا الاتفاق بأنها لن تسمح بإطلاق عمليات إرهابية من الأراضي الأفغانية قبل أن أجيب عن الأسئلة أود أن أتحدث عن حالة شخصية بالنسبة لي وتواجه الأطفال والنساء في أفغانستان الأمس عقدت طالباً مؤتمراً صحفياً ادعت فيه أنها سوف تسمح للمرأة بأن تعمل وتدرس ولكن في إطار ما سميته إطارها الخاص بها الولايات المتحدة والأسرة الدولية سوف يكون متيقذان حول كيفية قيام الحكومة المستقبلية في أفغانستان بضمان حقوق المرأة في أفغانستان والتي هي متوقعة الولايات المتحدة وعشرين دولة أخرى عادت التشديد على هذا الالتزام صباحاً وكما قلت هذه المسألة الشخصية بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين هنا في الخارجية وفي المؤسسات الحكومية عام 1997 ضممت إلى الوزيرة أولبريت عندما زارت النساء والفتيات الأفغان في معسكر في أفغانستان وقالت الوزيرة أنذاك أنه يستحيل أن يتم تحديث الدولة إذا كان هناك نصف الشعب بقية متأخراً عن النصف الآخر وهذه كانت من بين الاجتماعات الأصعب التي عقتها في مسيرة الدبلوماسية أن ذاك ابنتي كانت مراهقة ومراهقة أخرى قالت لي كيف شاهدت أيضاً مشاهدين تابعنا مؤتمراً صحفياً لنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شورمن أبرز ما جاء فيه أن فريق الوزارة يعمل لتحقيق هدف إخراج أكبر عدد ممكن من الراغبين بالخروج من أفغانستان وأن السفير السابق في أفغانستان سيكون في كابل موجود للمساعدة في تسهيل عمليات الإجلاء تحدثت عن التطورات الأخيرة في أفغانستان وقالت أن الصور القادمة من أفغانستان مؤلمة بحسب ما وصفتها وقالت أن لدى واشنطن تقارير بأن أفعال طالبان تتناقض مع أقوالها سيما لناحية منع الأفغان من المغادرة من قبل طالبان وقالت أن واشنطن تدعى الحلفاء لحشد الموارد لمساعدة الأفغانيين في أفغانستان وحول العالم إذن هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي تابعناه لنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شورمن